موسيقى بما أنه الموسم موسم ربح وانتصارات وتسجيل ألقاب للبنان من منتخب الأرز بالباسكتبول وتأهله لبطولة كأس العالم إلى مصر يونيفرس بالكمال الأجسام أيضا مع ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم بالستوديو مع التروفين مع الميداليات ومع حضوره شخصيا أسعد طاهم نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بيوم جديد صباح النور يعطيك العافية ومبروك مرسي مرسي لك أسعد يعني اللي بيتابعك بيعرف أن من 2016 حضرتك يعني فتت بهيدا المجال مجال المباراة والمنافسة وحصدت كتير ألقاب رح نحكي عنه هلأ بسيء الحلقة بداية شو اللي خليك تروح لهيدا المجال أنا بلشت بال2008 مش ب2016 2016 بلشت بطولات بطولات عم بحكي بطولات أنا أنا عادة عم بس أعمل شغلة بحياتي بحب أعملها مظبوط بحب أعملها شوي بحب أعملها صح فبس لقيت حالي من 2008 إلى 2015 عم بعمل نتيجة وبحب التحدي دايما بحب فوت كومبتشنز فلقيت حالي أنه قادر شارك وبلشت أطلع step by step بلش 16 17 18 19 صحيح واليوم نحن 22 الحمد لله كلها ربح وكلها فوز عرفت أنه الفترة التحضرية كانت كتير قليلة حوالها ثلاث أسابيع على تفوت بهذه الكمبيتشن وتحصل على لأب كيف اشتغلت على حالك كان لك فترة هيك مثل ما نقول بالعربة داري جريخية ولا لا كنت تظل محافظ على التماريخ مش ريخية كنت أنا بعادت كليا عن مجال بعدني كنت عمت مرم بس بعادت كليا توجهت كتير لناحية السوشيل ميديا والمودلينج والتصوير يعني بين 2019 كانت تيكوكر مشهور كمان يعني 100% بين 2019 و2022 كان في فترة تغيير كتير كبيرة بعادت رحت على مجال السوشيل ميديا وعلى عالم الفاشن وعلى عالم التصوير وخففت كتير من ميلة الفتنس لكذا سبب ومن بيناتهم سبب أن الفتنس ما كتير عم بيساعدك أنك تفوت income كمان بدك شيء يساعدك يعني عم تحط كتير صحيح ما في مقابل لعبة حلوة طبعا وهي أصلا هواية يعني موجود شخصة عم يكون موجود داللينا بلايف ستايل بس نحن بعادنا شوية عنه نكون كتير كتير إذا بدك أنتو دايت أنتو تعب أنتو ترينينج هيدا الخففناه شوي والحمد الله بعد دفشي من العالم بوش من العالم بوش من رئيس الاتحاد من الكوتش من العالم كله أنه أنت قادر وأنت بطل ولأ لك وأنا ربحان بره كذا مرة فكتير كتير مبسط بهذه البوش لأنه رجعوا رجعوني للألفين والساطاش وما وره يعني أنا بين السبتاش والساطاش كانت إنسان يعني بيوعى الصبح بيعمل كارديو بيتمرن بكير وجعت مرن الظهر وأكله مضبوط بالفترة وقفت فيها كل هالأسس وقفت بطلت هيدا الإنسان كل شي تمام إنه إنسان عايش ليبستيل عديد بس ما كنت هالأدية ملتزم فالحمد الله أنه هيدا الشغلة من أكثر الأسس اللي أمبسط فيها رجعوني طاعة اللي كان يوعى الصبح يعمل كارديو محمس ويكمل نهاره من الصبح هيدا الشغلة كتير مهمة كانت خبرني عن ثلاث أسابيع لما حسمت قرارك وخيارك أنك أي رح تفوت بهذه الكمبيتشن كيف رجعت هيك استعدت كل اللي اللي أصلا مخصرتها بس بتطلب مجهود إضافة صح برجع بعيد وبكرر أنا حدا بحب التحدي وجيت كتير مأخر على الكمبيتشن وكنت شايل كل الفكرة من رأسي نهائيا لحد ما صار شوية حديث نحنا ورئيس الاتحاد نحنا وكذا حدا أنه بفوت ما بفوت أنت بتعرف حالك وانت بطل والموتيفيشن من العالم أنا العالم انتبعتني من زمان بتعرف أنا شو كانت يعني حتى في عالم كنت أقيل لأنا أنه أنا ما رح أرجع البطوليات ورجوا وعملوا لي منشن أنه أنت كنت أقيل ما رح ترجع وترجعت عن قراري وهيدا أول مرة بترجع عن قراري وبطريقة مظبوطة كانت فهي البوش طبع العالم وكان الوقت كتير كتير دايق طيب بهال ثلاث أسابيع لما بقى عنا وقت كتير وبنشوف الصور من حفل التتويج كانت فيه متركاج على التمرين يعني ما فيه سوشيال ميديا ثلاث مرات ثلاث تمرينات بنهار أكل كتير كتير دايق يعني هيدا لقدر ساعدني ثلاث تمرينات وأكل كتير كتير دايق كان طيب خلينا نقول أنه حصلت على لقى بطل لبنان بال2017 من بعدها بالهند صح 2017 صح بيدبي المركز الرابع 2018 كمان بال2019 مركز رابع بي أيضا دبي 2019 كمان بطولة عالمية وتوقفت على المشاركة ورجعت من الباب العريض بلقى بمستر يونيفرس لكمال الأجسام بطولة عالمية والفرق بهذه البطولة أنه أخذت برو كارت كارت الاحتراف نعم هم نشوف هون صور يعني لحظة تتويجك هيك ما رأت بي لك كل هذه المنافسة المرأت فيها قلت أنه أنا واقف على بوديوم نمبر ون مية بالمية فكان الشعور رأى يعني هذه الشغلة اللي كان بدي أحسها فعلا من قبل والحمد الله يعني بعد كلها التعب وهالمجهود وصلت الله ويعني العلاقات بينك وبين المنافسين تبعك كيف كانت بين المركز أول والتاني دائما في حزازيات هلأ المركز التاني التالت اجا من العراق خصوصي لأنه عارف أنا مشترك وما زبطت معه كان جاي يتحددك قال لي إياها شخصيا قالها لشخص على انستجرام ورجع قال لي إياها باكستيج عرفتها قبل عرفتها قبل وكان بدي أفتح الموضوع بعد الكمبيتشن رجع قال ليها هو باكستيج لطل ما زبطت معاك بس هيدا عطاك حميس إضافة أنك خلص يعني أمام تحدي وبدك تقطف خصوصي حدا جاي من بره يتحدي فهيدا نقطة كتير مهمة لما قالوا يعني مستر يونيفورس اللبناني طه أسعد شو كانت ردت فعلك نسيت كل التعب اللي ما رأت فيه كل استرس هيدا الحلو أنك بس تتعب عن جد وتعرف حالك رايح على شي هدف أنت بتحبه وصلت له هيدا بنسيك كل شي تعب صار نعم شو بيعني لك هيدا التروفي اللي عم نشوفه هلأ قدامنا مع الميداليات أكيد بيعني لي كتير يعني هيدا هيدا الشي اللي أنا عم بتعب كرماله الحلو بالموضوع أنه أنت اليوم عم فوت على عم تتعب عم تتعذب عم تحط وقت عم تحط تعب عم تحط إفور لتوصل لهدفك طيب كيف رح تستغل هيدا النجاح مع احترامنا لكل البطلات السابقة لأن مؤخرا أنت فت بمجال المودلينج والتصوير رح تستغل ويكون بشكل إيجابي لمسيرتك يمكن بتنطلب أكتر بتنعرف أكتر اليوم في عندك لقب مضاف لكل الألقب السابقة صحيح هيدا شي عم ينزاد على الكارير على كل الألقب اللي أخدها على كل أساس المهم اللي أعملها فهيدا شي كتير مهم وكانت إذا بدك كتير كبيرة لقى لي كوني حدا موجود على السوشال ميديا هلأ بكتير رجعت فضيت للتيك توك أنا إذا بدك تحديدا مش تيك توك تحديدا سوشال ميديا أنا بهمني إنستغرام تيك توك يوتيوب كله أنا بشتغل مع بعض بس لأنه الأرقام العالية هي على تيك توك العالم دغري بتروح على تيك توك بس بالمبدأ على كل البلاتفورمز الحمد لله بشتغل ومستقبلا شو الطموح لوين بدي ياخدك بعيد التجربة يعني بعيد التجربة بإذن الله إذا كان كل شي تمام وحتكون برو يعني هالمرة عمكون محضر لبرو ما بقى نلعب مع الأماتار فبإذن الله طيب طموحك أحلامك لنختم فيها وين بتشوف مستقبلك بالرياضة بعرض الأزيق أكيد أنا بحبكم بكل شي بحبكم هو موجود بكل المطاريح بس طبعا رياضة هي يعني برمج وقتك نعم بس رياضة هي فرس ونصيحة رياضية للشباب نصيحة رياضية للشباب ما حدا يوقف تمرين ما حدا يوقف سبور شو مكانة الهوية نعم سبور أهم شي صحيا قبل ما تكون حيال لشي لا تقدر تضلك مرتاح بحياتك وتكبر بالعمر وتضلك بعدك قدر توقف عجريك هاي أهم الشغلة كل وتمرن ومشي بلايف ستايل منيح وعمل اللي بدك ياه نلعك جود لك وأرس مبروك شكرا لك أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله من نجاح لنجاح ودايما هيك الانتصارات الميدليات والجواز والتروفة تكون من نصيبك مرسي كتير لك ياهلا فيك مرسي مشاهدين ما بعض ما هيك كمان يعني أخدنا شوية أكسيجان لأن الربح حلو خاصة لما بيكون الربح للشخص نفسه وبالتالي لبنان حتى يعني نعطي هيك تميز لحالنا بين كل الدول المشاركة بهذه الكمبيتشن كان اللقب لبنان من خلال ضيفنا طه أسعد ولا أسعد طه أدخلك طه أسعد طه أسعد يعطيك العافية كمان مرة السياة المبروك من كفين نحن ويكون لقاءاتنا بعد الفاصل بما أنك أنت بمجال المودلينج بس هالمرة رح نروح نحن للستات مع ضيفتنا غنوة كساب لا تفرجينا يعني ترانب الأحزية بهمك يعني تشوف الصبية تكون على الموضة ومرتبة وانت كمان يعني مع كل شيء الصبية بهمني شوفها ما بحب العمليات كالوك مزار خارجي أكيد تكون أنت بالموضة نعزيم لنعرف أكتر شو هي الموضة تابعونا بلقاء مباشر مع غنوة وأكيد بلانش